حياكم الله الطب البديل وهو مجموعة من العلوم والمدارس الطبية التي مر عليها ألاف السنين من الخبرات والتجارب الناجحة المستخدمة كل ما هو طبيعي للتحكم والسيطرة على الأمراض مثل الأعشاب والنباتات والأبر الصينية عشان نتعرف أكثر على إمكانية هذا الطب وعلى فعالية الأبر الصينية بالتحديد في علاج المشاكل الصحية رحب معاكم مشاهدين بالدكتور سامي الحربي أخصائي طب صيني صباح عليكم الخير دكتور سامي خير عليك وعلى أخوانا المشاهدين دكتور إلى أي حد ممكن فعلا سواء كان الطب البديل بالأعشاب أو البر الصينية ممكن تتفوق على الطب الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد التفوق طبعا ما نقدر نغيس هذا يعني هذا صعب أن يكون المقياس لكن على حسب الحالات إذا بنرجع أكثر أغلب الأمراض في وقتنا الحاضر أمراض مزمنة نسميها كرانيك ديزيز فمن النسبة لأكرانيك ديزيز هنا يتفوق الطب البديل أو بالأخص عندما يتكلم على الطب الصيني لأنه يعتني في علاج أساس المشكلة من وين يعني يبحث في الحالة ويشوف وين المشكلة أساسها فيبدأ يعالج الأساس المشكلة فبالتالي الأعراض التي نتجت عن هذه المشكلة تبدأ تختفي فمن ناحية هذه يبدأ يتفوق الطب البديل أو الطب الصيني إنما الطب الحديث لا أحب أن يكون ناقد لكن يكتفي بالأعراض بس فيحاول أن يخفف الأعراض سواء ارتفاع الضغط أو ارتفاع السكر الحالات هذه يحاول أن ينظمها لكن يقتصر على يعني ما يحاول أن يجد السبب ليش ارتفاع الضغط أو ليش ارتفاع السكر يحاول أن يجد السبب ويعالج المشكلة الأساسية فالطب البديل السبب أن يعالج أو قدرتها على علاج المشكلة من الأساس تكمن في فلسفة هذا الطب أو الطب الصيني اللي هي أساسا يقسم الجسم أو الإنسان إلى ثلاث أجزاء الجزء الأساسي اللي هو الجسد اللي هو يتكون من الأعظار والجزء الآخر اللي هو طاقة الجسم والجزء الثالث اللي هو الأعلى اللي هو العقل أو اللي ما يسمى المايد فالتفصيلات هذه هذا اللي تخلى لطب البديل أو الطب الصيني بالأخص أنه يجد المشكلة لأنه في أغلب الأحيان أن المشكلة لا تكون في الجسد لا تكون في العضو يعني الطب الحديث ينظر للأشعة والتحاليل تقتصر بس على الجسد لكن المشكلة تكون في أغلب الأوقات خصوصا في الأمراض المزمنة تصعد إلى مستوى طاقة الجسم وطاقة الجسم هنا نتكلم على الطاقة التي تأدي وظائف هذه الأعضاء سواء القلب، الكبد، الدورة الدموية، الكليتين هذه كلها أعضاء لها مسارات في الجسم ولها طاقة فإذا صار في خلل في هذه الأعضاء أو في طاقة هذه الأعضاء يبدأ يأثر على وظائف هذه الأعضاء والمستوى الأعلى والأهم والذي دائما يكون له تأثير قوي وهو العقل في جسم والعقل مقصد فيه المخ العقل هو أكبر وهو الحالة الروحية يعني الروح من ضمن هذا المنطلق أو من ضمن هذا الجسم فلذلك الإنسان لما تكون سبحان الله كل جزء لازم أنك تعتني فيه تعتني فيه الجزء الجسدي أو الأعضاء العنايتها تكون مثلاً في التغذية فلازم يتغذي الجسم حتى هذا الأعضاء تنشأ نشأ صحيحة طاقة الجسم لها كذلك تغذيها في الرياضة حتى تكون الطاقة صحيحة سبحان الله كذلك العقل والميند أنا أنظر أن الجزء الله سبحانه خلق الصلاة هي للجزء هذا حتى أنك تحسن من هذا الجزء روحانيتك عن طريق الصلاة ولذلك يعني هذه معلومة لذلك نحن في الصلاة شو نسوي نجيب لما نوقف في الصلاة نجيب الإيد اليمين والإيد اليسار نحطهم على بعض ونضعهم في مكان اللي هو في مكان منتصف الجسد نعم تعرف عليه في الطب الصيني يسميها دانتيين اللي هو محطة التقاء المسارات هذه في الجسم طبعاً اليمين والإيسار اللي هو يمثل السالب والموجب أنت لما تضع السالب والموجب على بعض هني سويت سيركر عرفت علي وتضعهم وين في مكان اللي هو يسمونه الأرث الأرث اللي كنا عارفينه هو منطقة التفريق عرفت علي فهني يصير فيه بالس نعم يعني دكتور يمكن هذا مجالك وأنت أكيد يعني متعمق في هذا المجال يليك لو نعطي أمثلة للمشاهدين نوعية الأمراض اللي ممكن فعلاً الطب البديل أو مثل ما تفضلت يعني نقول حتى الأبرسطينية تكون يعني العلاج الأفضل لها وشفت نتائج طبعاً أكثر شيء اللي منتشر يعني أكثر الناس اللي يجربون فيه اللي هو أمراض الآلام وهذا أكثر شيء يعني أكثر الناس لم يصيبها ألم ما يقدر يتحملها فغالباً الألم ما يكون سببه عضوي يعني في كثير من الأحيان ما يكون سببه عضوي يكون سببه مسارات الطاقة في جسم الإنسان ما قاعدة تأخذ مجره الصحيح فالطب الصيني عن طريق الأبر الصينية على سبيل المثال ممكن ينحط في هذه المسارات فتبدأ تنفق الطاقة في الجسم يبدأ يتحرك فتبدأ الآلام تبدأ تختفي نعم فهذا أكثر شيء هو شغلة الآلام سواء آلام في المفاصل آلام في العضلات آلام في القضاريف مختلف أجزاء الجسم في الرقبة في الكتف في الظهر هذا الأكثر شيء اللي منتشر يأتي بعد ذلك المشاكل العصبية سواء العصبية اللي هي ممكن تكون الديجنريشن في الأعصاب اللي يكون العصب إذا يضمر فهني ممكن لما نشط طاقة الجسم العصب يبدأ يوقف الضمور ويبدأ واحتمال في بعض الحالات إذا كان فيه ضعف يبدأ يتنشط العصب نعم يعني دكتور سامي يعني أنت متخصص في الطب الصيني نعم يعني شنو يميز الطب الصيني عن الطب البديل هم مختلفين طبعا صح؟ أو فيهم شبه نوعا ما؟ لا هو مسمى الطب البديل بحد ذاته يعني أنا ما ما أخذ فيه لأنه يسبب حساسية بين الطب الحديث يزعلون الطب الحديث يزعلون لأنك بديل كأنك أخذت بديل أنا ما أعمل بهذا الشي أن يكون فيه بديل المفروض يكون فيه إنتيجريشن صح هذا له تعاون بين خصائصة وأهميتها وهذا له أهميتها لكن نحن نحاول يعني هو اللي يصير أنه في بعض الناس اللي ما يعترف بهذا الشي أو ما يعترف بهذا الشي هذا يكون شغلة فكرة عقلية يعني غير صحيحة قد يكون يجهل يجهل الطرفين نعم صحيح المفروض أنه أنه مدام هذا فيه فائدة أستعين فيه وهذا فيه فائدة أستعين فيه يعني ليش ما لا داعي أني أفصل خياراتي يعني إذا أنا دربت يعني نوع معي ملاج يعني فيه أمور يحتاج الطب الحديث فيها صح وفيه أمور لا ممكن الطب الصيني أو غير من العلوم الثانية فيها لها فائدة نزين يعني دكتور يمكن إحنا نسمع بالأبر الصينية على طول يعني تينا فكرة الأبر الأبر نفسها هل إيه نفس الألم تحس فيه لما أنت يعني قاعدت عالج مريض بالأبر الصينية هل إيه مثلا تعالج صداع بس مفاصل أمراض ممكن تكون أكثر تعقيدا يعني ممكن تشرح لنا بس العلاج عن طريق الأبر الصينية طبعا الأبر يعني مو نفس الأبر العادية هي أبر ضعيفة جدا يعني والإحساس طبعا في الجلد مجرد ما تخترق الأبرة للجلد للإنسان ما يحس في الأبرة يعني هذا بس في مجرد النغزة بس ممكن يحس كأنه نغزت بعوضة أو نحلة وإذا اخترقت خلاص ما في أي ألام فهذا الإبر تنحط على أماكن معينة طبعا هنا يأتي شطارة الأخصائي أن يشخص الحالة يعني ميزة الطب الصيني أنك تعرف شنو السبب وين الخلل الرئيسي إذا عرف السبب أو الخلل الرئيسي هنا تقدر تعالج الحالة بحيث أنك تختار الأماكن لأن النقاط في جسم الإنسان يعني منتشرة في جميع الأجزاء كل النقطة لها وظائفها فإذا عرفت التشخيص عرفت الحالة شنو سببها أقدر أختارها وأقدر أعالج الحالة بطريقة صحيحة وأسرع يعني مثلا يقدر الشخص مثلا إذا كان حتى له يعاني شيء بسيط ما بنقول حتى شيء بسيط البعض يعاني من الصداع النصفي ممكن الأبر الصينية تساعدك ممكن يعني في حالات ممكن يقعاني من صداع نصفي 15-20 سنة ممكن خلال أسبوع كم جلسة راح اختفى العلاج اختفى ألام الصداع فيه أنواع يعني سواء كان للطب الصيني أو الأبر الصينية ولا هو تكنيك واحد قاعد تستخدمونه أنواع من حيث الأبر يعني هو الاختراف يكون في الأماكن بس الأماكن لأن الجسم الإنسان فيه عدة مسارات فيه 12 مسار نعم فيها عليها نقاط هذه على حسب الحالة نختار الأماكن يعني لما يجي الصداع ممكن يجينا 100 حالة كل حالة سبب الصداع يكون يختلف عن الحالة الثانية فحيح فعلى حسب الحالة نختار الأماكن وبالنسبة حق الطب الصيني متشعب أكثر يعني هل هو نقدر نقول بحر عميق ممكن أن يحتوي الكثير من العلوم والعلاجات يعني جسم الإنسان يعني هو كله متعلق في جسم الإنسان يعني مهما وصلنا نجهل الكثير عن جسم الإنسان نحن مع الوقت نبدأ نكتشف أكثر وأكثر في جسم الإنسان فكلما اكتشفنا أمور في جسم الإنسان نبدأ نقدر استخداماتنا للطب الصيني تكون أوساع وأكثر هل ممكن استخدام الأبر الصينية دكتور تامي مثلا لعلاج مثلا الأراق علاج مثلا التوتر الضغوطات النفسية هذه الأمور اللي نقول مثلا شوي فيها جانب نفسي أكثر من ما هو عراضة جسدية ممكن الشخص يحس فيها طبعا لأنه مثل ما ذكرنا أن الجسم عندنا الجسد وطاقة الجسم وعندنا العقل المايد هذه الأمور النفسية مرتبطة في المايد العقل فلما يصور فيه توتر قضب زعل هذه الأمور النفسية طيب هذا الحالة النفسية كيف يتأثر على الجسد تأثر عن طريقة طاقة الجسم يعني هذا لما يصير الشخص غضبان أو يصير حزين هذا يأثر على الطاقة حركتها تبدأ يصير فيها خلل يصير مجره الصحيح فممكن عن طريق أنه لما نعدل المسار هذا تبدأ الحالة النفسية تبدأ التحسن يعني في حالات الاكتئاب في حالات الغضب في حالات التنشين كل هذه الأمور مستوى يعني العالي هذه نبدأ نأثر لأنه تواصل بين الجسد وبين الروح أو المايد عن طريق الطاقة هذه هذا يأثر على هذا عن طريق يعني يعني يوصل للرسائل عن طريق طاقة الجسد ونفس الوقت الجسد هم عندما صار فيه مشكلة هذا هم يبدأ يأثر روحانيا أو يأثر على المويند عقل الإنسان هذا الشخص بالحالة العكسية يعني الحالة يعني بالاتجاهين هذا يأثر على هذا وهذا يأثر على هذا صحي لكن يعني دكتور الشيء اللي قاعد اللاحظة بالفترة الأخيرة أو بسنوات الماضية انتشار الأبر الصينية أو مفهومها لدى الناس يعني هل لأنه شافوا فعلا مصداقية طلع يعني الأبر الصينية يمكن أول يمكن كانوا موجودة بس في خنقول الدول الآسيوية لكن نحن يمكن نشوف في ناس قاعدة تطبق هذا المثد أو الأبر الصينية كعلاج طبعا لأن بسبب النتائج أن أكثر الحالات اللي قاعدة يعني يتحاول تجرب الأبر الصينية قاعدة تشوف نتائج إيجابية قاعدين يتشافون فمو بس المرضى يعني حتى الأطباء طب الحديث بدأوا يعترفون في هذا الشيء يعني يحاولون أن يستخدمون في عياداتهم في مراكزهم الطبية بحيث أن يكون في تعاون مشترك فهذا طبعا النتائج اللي قاعدة تصير على أرض الواقع إذا الشخص حب أن يجرب الأبر الصينية لأنه عنده مشكلة يروح لمنه يعني وين ممكن يتوجه لازم يروح لمختص مثلا أو هاوي ممكن يقدر يتسخدم الأبر الصينية معه شلون الشخص عشان يكون واعي طبعا اللي يعالج في المجال هذا لازم يعني عشان أن يشخص الحالة لازم يكون ندارس يعني الطب الصيني حال حال أي طب يعني فيه يعني خمس سنوات دراسة تدرس فيها الفلسفة تدرس فيها التشخيص لازم تشخص الحالة لكن إني كوني أني أروح للشخص يعني حاليا اللي قاعدين نشوفهم اللي هو يعالج على الألم وين المكان اللي يعورك تعال حط فيه إبرة أي هذا علاج مؤقت ويعطي سمعة سيئة كثير من الأوقات للطب الصيني يقول والله رحت حق واحد طقني إبرة حسيت براحة يوم يومين ورجع صح ليش لأنه ما شخص حالتك ومعرف شنو المشكلة وبس وين العوار حط لك إبرة طقق قالك يلا مع السلامة لازم يشخص الحالة يعرف وين المشكلة وبالتالي يبدأ يعالجك ممكن في بعض الحالات ما يكفي أنك في الأبر الصيني لازم يعني يكون في شيء مساعد مثل الأعشاب في حالات لازم تعالجوا المشكلة من أساسها عن طريق الأعشاب يعني على سبيل على سبيل المثال يعني مثل يجوني حالات ألام في الظهر أو ألام في الرجلين كثير خصوص بالنسبة لكثير من النساء يعني لو تروح شخص مهو دارس ولا هو عارف ويشخص أو ألام في الظهر هذه عضلات ولا مفاصل يطيقها أبر على المكان وخلاص لكن وقد تكون المشكلة ممكن يكون فيه مشكلة في الرحمة ومشكلة في المبايض ومشكلة في البطن هذه المشكلة إذا كانت موجودة في المنطقة هذه رح تسبب ألام في الظهر تسبب ألام في الرجلين وهذه حالات كثيرة يعني قاعد أشوفها الشخص اللي يعني ما عنده العلم ما رح يوصل إلى الأمور هذه فالذلك لازم الشخص أنه يسعى إلى أن الشخص اللي يعالج عنده يكون على قدر المسؤولية وعلى قدر يعني دارس الشيء هذا حيث أنه يوصل إلى نتائج إيجابية يعني النسبة دكتور لون بس نقدر نوضح للمشاهدين بس عشان تكون عندهم صورة واضحة إذا الجاءوا للعلاج عن طريق الأبر الصينية يعتبر علاج يعني ممكن شخص يتشافى منه نهائي إذا الشخص ثقة يتشافى منه الشخص نهائي يعني هذا شيء إذا الشخص اللي يعالج ثقة يعني متخصص في الطب الصيني لأن حاليا فيه موجود كثير ما هو متخصصين إذا الشخص متخصص دارس الشيء هذا المفروض إنه اتشافه لو بعد شهر شهرين ثلاثة بس رح يتشافه لأنه يعالج المشكلة من الأساس تمام حلو لكن إذا هو ما قاعد يعالج المشكلة من الأساس لا هو مجرد تسكين أو مجرد شغلة مؤقتة لأنه ما عالج المشكلة من الأساس والحمد لله يعني في عندي حالات يعني صار لها سنين يعني يمكن عشر سنوات أو تسع سنوات يعني الشخص ما كانوا يمشون من آلام الظهر وتخصص لهم عمليات اللي قاعد الآن يقول من هذا اليوم إلى اليوم لا 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 ما اشتكين من الظهر الحمد لله لكن دكتور يعني مثلا في بعض الأدوية يكون عندها مثلا عوارض جانبية يمكن تأثر سلبا سواء كان الطب الصيني أو الأبر الصينية فيه ممكن الشخص يعني يعاني مثلا ألم من بعد مكان الإبرة أو بعد شمي يمكن نحس بتعب أرهاق شنو ممكن العوارض تكون السلبيات الحمد لله يعني تكاد تكون معدومة يعني وحن نتكلم هنا على الصحيح يعني ما نتكلم على اللي قاعد يستعمل الشغلة كتجارة يعني نقول البراكتك الصحيح الشغلة ما فيها الطب نفسها ما فيه أي مشكلة لأن هي الإبرة نفسها ما فيها أي دوة مجرد نحط في أماكن مخصصة في الجسم تحفز الجسم نفس الجسم يبدأ يعالج نفسه وإذا لازم تحط الأماكن في مكانها الصحيح عزي ترسل الرسائل الصحيح على الجسم عزي ترسل يعالج نفسه يعني أنت توجه لرسالة في المكان الذي تحط له يعني مثلا تحط في مكان يخلي دقات القلب سريعة تحط في مكان ثاني يخلي دقات القلب بطيئة لازم تعرف تسوي التركيبة هذه من الأماكن عزيز تعرف أنت شو نتبه الرسالة توجيها للجسم عرف علي طالما أن البراكتك الصحيح ما فيها أي حتى الإبرة لما تنحط في مكان ما يطلع يعني هذا المكان ما نحط على مثلا على العصاب أو على الأوق ما تنحط عليها لذلك ما يطلع دم حين فما في حتى لو في مثلا بعض الأحيان إذا صار سورنس مثل التورم أو تورم نادر واحتقان خلينا أو التورم عادة هو يكون لأن مثلا الأماكن يكون قريب منه مثلا شعيرات دموية فالشخص ممكن مثلا يحرك إيده فالإبرة تحرك مثلا تحوش يطلع دم فهنا يصير في تجمع دموية لمدة يومين ثلاثة فقط لا غير نعم يعني حلوة هذا الثقافة دكتور ومثل ما تفضلت يعني الشخص لازم أن يسعى وإذا كان يعاني من أي مشكلة أو عارض لمرض معين أنه يسعى دائما أن يدور العلاج ويكون متفتح نوعا ما بحيث أنه يدور للبديل الصح ويروح للمختص أكيد الصح يعني يحاول يبحث كثير ما يقدر عن الشخص الذي يعالجه ويسلم جسمه للعلاج يعني كل شكلك دكتور سامي الحربي خصائي في الطب الصيني نتمنى أكيد للجميع الصحة والعافية كل شكلك مشاهدين نطلع فاصل صغير ونرجع لكم